خالص أعتقد أن الدولة المصرية كانت وعية لهذه التأثير وعواقب هذه الآزمة أو هذا الوباء وبالذات على المستوى الاقتصادي ولذلك كان هناك دايما حرص من جانب الدولة على الموازنة بين صحة الناس وبين الجانب الاقتصادي أو إتاحة الفرصة للاقتصاد أنه يعمل ويتحرك بشكل محسوب ومدروس ومعقول وهناك أيضا إدراك أن تأثيرها عالميا هو تأثير اقتصادي بالأساس طبعا فيه سياسية وفيه مناخية وفيه إلى آخره لكن المسألة الأهم التي يشغل للناس كلها حاليا هي التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة أزمة وباء كورونا على مستوى كل الدول وليس على مستوى دولة بعينها إذا ترى عدد المتعطلين أو الذين فقدوا أعمالهم في الولايات المتحدة الأمريكية في الاسبعين أو الذين كانوا فيه ستة وستة من عشر مليون واحد سجلوا طلبات حصوله على إعانة بطالة في أمريكا يعني الوقت طبعا أمريكا اللي هي الدولة العظمى يعني دولة بكل إمكانيات الدولة الأكبر والأقوى في العالم فما بالك بقى بباقي الدول فالتأثير موجود على مستوى العالم كله ومتفاوط طبعا من دولة إلى دولة حسب اقتصادها وقوته وحسب طريقة التعاملها مع الأزمة على مستويتها المختلفة أنا أتصور أنه على المستوى الصحي بالذات كان هناك زي ما قلت حالك شهادة من جانب نظام الصحة العالمية بكفاءة الإدارة المصرية في الأزمة على المستوى الصحي بالذات على المستوى الاقتصادي أيضا كان الرئيس مدرك من البداية أنه لابد أنه عجلة الاقتصاد لا تتوقف إلا بالقدر اللي هو يعني يمكن يؤثر على صحة الناس لكن مدام هناك إمكانية أن يبقى فيه عمل وفيه حركة وبالتوازي فيه حفاظ على حياة الناس وصحيتهم فلا مشكلة ولا بأس إنما في كل الأحوال أعتقد أنه اللي خدمنا كمان في هذه المسألة أنه برنامج الاقتصادي كان سابقا على الأزمة يعني أتصور أنه لو كان هذا الموضوع فاجأنا ونحن قبل 2016 يعني البرنامج الاقتصادي بدأ في نوفمبر 2016 وانتهى الحسن الحظ أنه تقريبا قبل يعني آخر قصة أو آخر دفعة من الكارد اللي حاصلنا على صندوق النقل الدولي كان قبل الجائحة دي أو قبل الوباء بفترة أسارة جدا فكان هناك توفيق من السماء أنه هذا البلد لا تفاجئه الجائحة أو لا يفاجئه الوباء وهو غير مستعد أو الاقتصاد غير مستعد فأعتقد أنه أنه إحنا انتهينا أو كدنا أن ننتهي من الجزء الأهم من برنامج الاقتصادي قبل الموضوع ده خدمنا كثيرا وهيبان كمان أنت لما تشوف تسريحات المسؤولين وبالذات الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط عن الأداء الاقتصادي أو معدل النمو أو المؤشرات الاقتصادية بشكل عام هتجد أن إحنا الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا أخذناه قبل الوباء خدمنا كثير في أنه يخفف إلى حد بعيد من عواقب الوباء على المستوى الاقتصادي بالذات